لا هي مو مسألة ترك المواقع على كلي يبقى إنه مواقع مهمة جدا والكبيرة و لهذه المسيّجة وعليها حراسات حراسات أقول أظن أن هناك المواقع لكن زي كان ليش طويلة من المواقع صار عليها أي تجاوز مثل تجاوز في المنطقة الوركاء أنه موقع الوركاء لا يوجد مسيّج و علي حارس من البداية إلى اليوم لما اشتركسم المواقع الكبيرة والمهمة جدا عليها حراسات لما يتم التجاوز عليها لكن هناك بعض المواقع أناثية جدا بعيدة جدا يعني ما تعصلي لها مئات الكيلومترات بعيدة يعني تعرفين الأرض العراقية مترامية الأطراف يعني متستهير يتحدثي فيه بعض المواقع قلت لك أنا ما مكتشف ما نعرفها لكن رواد المنطقة أو السكان هناك يعرفوها المناطق وما يبلغون عليه لذلك هو أي عملية تنبش لهذه الآثار وهو تجاوز على آثار العراق وحضارة العراق وعلى القانون نفسه ويعاقبون عليه وتم الزج العديد منهم بالسجن المتجاوزين والذين ينبشون الآثار تم القبض عليهم وكثير من عدهم الآن عقوبات بالسجن والحبس طبعا في سامراء تم حفر يعني قبل سنة وجد هناك يعني جدار قريب من ملوية سامراء واليوم سمعنا خبر جميل أنه يعني قبل أيام يعني اكتشاف 700 قطع ثرية في البصرة يعني شفت الجرار يعني بطريقة يعني كاملة بدون كسر بدون ثلم يعني كانت محافظة جدا هذه اكتشاف هذا كان يعني من قبل بعثة تنقيبية طبعا بعثة تنقيبية عراقية من هي العامة الآثرة والتراث بعثة تنقيبية مهمة جدا بمنطقة البصرة استظهروا بعض يعني العمائر هناك القديمة وأيضا مثل ما تفضلتي هناك العديد من اللقاء الأثرية طبعا بعثة ما استمر بالتنقيب لأشهر طويلة إن شاء الله إلى أن تنهي العمل بشكل كامل ونظامي وحقيقي بأنه يقولون الآن الموقع محمي وتم التنقيب به وحماة الأثار به هذا هو ديدا هذه المدينة خلينا نتحدث شوي عنها نستثمر وجودك كل يوم مدينة طبعا هي مثل ما يطلقون عليها المدينة تعود إلى البصرة القديمة لكن الفترة اللي الآن يعثروا عليها تعود إلى الفترة الساسانية الفترات قبل الإسلام وأيضا هي بصرة أكثرها إسلامية آثار إسلامية بها عمائر إسلامية كثيرة حسب المدينة حسب الاستقرار أو الاستيطاني كان موجود نعم يعني يذكر أنه مثلا الأور يعني مدينة ذيقار محافظة تاريخية لكن البصرة تراثية لا أهم يرهم بها فترة